اشتركوا في القناة لاني كما ارا هاته المادة اصبح تشكل صداعا للكثيرين يعني فحتى التلاميذ المتفوقون يعانون من هاته المادة ويرونها يعني انها هي التي تنقس من معدلهم وانها مادة يعني ليس لها معنى واشياء من هذا القديم يوم ان شاء الله راح نشرح لكم منهجيات اجابة في هذه المادة لان الكثير يعني في الباكالوريا يظن انه اجاب بطريقة رائعة وانه يعني ذاكر كل شيء لكنه يتفاجأ من ان النقطة ضعيفة جدا فيجدوها ستة او سبعة ويظن انهما ظلموه وشيء من هذا القديم لذلك اليوم ان شاء الله سوف اذكر لكم الطرق الصحيحة للاجابة كما تعلمون هناك اربع طرق بشكل اساسي هي الطريقة الجدالية وطريقة مقارنة والاستقصاء الاستقصاء ينقسم بدوره الى استقصاء بالوضع واستقصاء بالرفع الاستقصاء بالوضع يعني هو الدفاع عن اطروحة هو يعطيك اطروحة فلسفية وانت تحاول ان تدافع عنها بطريقة معينة الاستقصاء بالرفع فهو محاولة ابطال هذه الاطروحة يعني يعطيك اطروحة فلسفية ويعني جملة فيها فيها رأيي لفيلسوف وانت تحاول ان تثبت بانه مخطئ وذلك يعني بتاريقة معينة ايضا وليس عشوائين بيوم ان شاء الله خبتي راح نشوف تاريقة المقارنة وفقارنة لانها سهلة تاريقة المقارنة تقتضي عرض مواطن الاستلاف بين تصورين ثم مواطن الاتفاق بينهما للوصول الى طبيعة العلاقة بينهما من خلال التدخل وشي معنى هذا خبتي سوف اشرح لكم ذلك من خلال مثال تطبيقي عندنا مثال يقول قارن بين السؤال العلمي والسؤال الفلسفي هذا مثال يعني ورد من قبل في الباكالوريا وسوف اشرحه لكم يعني بالتطبيق حتى تفهموا ما معنى تاريقة المقارنة لحلد السؤال خوتي تحتاجوا الى منهجي للاجابة وشي معنى منهجي للاجابة يعني تاريقة معينة ديروا بها المقالة الفلسفية تعكم في تاريقة المقارنة خوتي يجب اولا ان تعرض الاشياء المختلفة يعني مواطن الاختلاف بين السؤال العلمي والسؤال الفلسفي ولا يعني اي سؤال يطرح لكم بين العنصر الاول والعنصر الثاني اللي يمده لكم بعد الانتهاء من ذكر الاشياء المختلفة تنتقل الى الاشياء المتشابهة يعني مواطن التشابه بين السؤال العلمي والسؤال الفلسفي واخيرا العلاقة بينهما نبدأ أولاً بالإشياء المختلفة أولاً وقبل أن تكتب إشياء المختلفة بين سؤال العلمي والسؤال الفلسفي يجب أولاً أن تكتب جملة تمهيدية قبل عرض الإختلاف يعني لكي تكون مقالة تاكمون الساقة في يجب قبل أن تذكر إشياء المختلفة أو الأشياء المتشابهة يعني بين سؤال العلمي والسؤال الفلسفي أن تكتب جملة تمهيدية مثلاً في هذا السؤال نقول إذا نظرنا إلى السؤال العلمي والسؤال الفلسفي من زوية التعريف نلاحظ بأن هناك فرق واضح بينهما لأن ثم تبدأ تذكر الاختلاف الطريقة هنا أخوتي بها ما تخلطوش أريد أن أوضح لكم نقطة مهمة جدا فأنت تذكر مميزات أو خاصائص السؤال العلمي ولا يعني أي عنصر مدهولكم في موضوع المقارنة تذكر الخاصائص سعوه حتى تكملها كلها بانتروح الخاصائص العنصر لك يعني مثلا هنا نقول السؤال العلمي مجاله عالم الطبيعة والمحسوسات ثم يعني تذكر له خاصية أخرى يعتمد السؤال العلمي على المنهج التجريبي وبعد انتهاء من الخاصائص كلها تروح إلى الخاصائص السؤال الفلسفي تقول مثلا أما السؤال الفلسفي فمجاله الميتافيزيقة وتروح مطة أخرى يعني خاصية أخرى يعتمد السؤال الفلسفي على المنهج التأملي العقلي يعني هنا خلطيحة بنوضح لكم حاجة أيضا فأنت عندما تختار الأشياء المختلفة يجب أن تكون في نفس المجال يعني هنا مثلا قلنا السؤال العلمي مجاله عالم الطابعة والمحسوسات عندما راح تروح لتخصص السؤال الفلسفي ما تقولوش يعني مثلا السؤال الفلسفية يطرح من قبل الفلاسفة ليس هناك موضوع مقارنة تماما فهذا ليس اختراف يعني في نفس الموضوع راح أوضح لكم بشكل أفضل ها هو المثل هنا قلنا السؤال العلمي مجاله عالم الطابعة والمحسوسات أما السؤال الفلسفي فمجاله الميتافيزيقة يعني هنا موضوع المقارنة هو المجال هذا كمجالوزي وهذا كمجالوزي يعني اختلاف هو في نفس الموضوع بالنسبة يعني للمطات التانية نفس الشيء بل يعتمد السؤال العلمي على المنهج التجريبي والأخرى يعتمد السؤال الفلسفي على المنهج التأمولي هنا موضوع المقارنة هو المنهج يعني موضوع مشترك أظن أن هذا هو واضح خوتي شفوا على هذه النقطاتين جيدا عندما تذكر خاصائص السؤال العلمي يعني أي موضوع عن المقارنة اللي يبدو بكم تكملهم كامل ومن بعد تذكروا الخاصائص الأخرى وكي تخير هذه الخاصائص وحايد يعني على بالك باللي في الموضوع عن المقارنة الثاني كان ضد التحم تماما يعني يعني ضد التحم يا يختلفوا في نفس الموضوع إن شاء الله تكونوا فهمتوا خوتي إذا ما فهمتوا حاجة أيضا ضعوا سؤال في التعليقات وسأجيب عنه بإذن الله بعدما انتهينا من ذكر الأشياء المختلفة بين التصورين وطرفين المقارنة نأتي إلى ذكر الأشياء المتشابعة وتماما مثل السابق يجب أن تكتب جملة تمهيدية قبل عرض هذا التجابع مثلا نقول إن هذا الاختلاف الموجود بين السؤال العلمي والسؤال الفلسفي لا ينفي وجود نقاط يشتركان فيها لأن هناك اتفاق بينهم وتذكر لهم هذا الاتفاق مثلا تقول كلاهما له دافع واحد وهو تجوز المعرفة العامية الساديجة وتبدأ يعني في الشرح في بضعة أسطر وتعطيهم أمثلة يعني من الواقع وإذا أمكان يعني تعطيهم أقوال فلسفية وإلى غير ذلك وبعد انتهاء من ذكر هذه الأشياء المختلفة تأتي إلى ذكر العلاقة بينهما تماما مثل ما فعلنا مع ذكر الاختلاف والتشابه يجب أن نذكر جملة تمهيدية قبل عرض العلاقة بينهما وذلك بالطبع كما قلنا لكي تكون ما قال الفلسفية تعناه منساقة فمثلا نقول إن هذا التشابه يقودنا بالضرورة إلى ضد علاقة التدخل الموجودة بين السؤال العلمي والسؤال الفلسفي من خلال تأثير المتبادل بينهما ثم نبدأ ونذكر العلاقة فالشيء الذي يجب أن نفعله هو أن نذكر علاقة السؤال العلمي بالسؤال الفلسفي وعلاقة السؤال الفلسفي بالسؤال العلمي يعني الطرفين نذكر علاقة كل طرف بالآخر فمثلا نقول السؤال العلمي يؤثر عن السؤال الفلسفي لأن الفلسفات تعتمد على العلم ثم نعطيه علاقة السؤال الفلسفي بالسؤال العلمي فنقول كما أن السؤال الفلسفي يؤثر بدوره بالسؤال العلمي لأن السؤال العلمي ينطوي على أبعاد فلسفية يعني أعطينا علاقة العنصر الأول بالعنصر الثاني ثم أعطينا علاقة العنصر الثاني بالعنصر الأول فهنا العلاقة بينهما هي التأثير المتابد كما ترون خوتي حاجة سهلة هذه الأمور كلها تقرأهم في الدرس وإذا يعني حاجة مش فيتش إليه في الدرس فبعض الأشياء يعني تكون ثقافة عامة يمكن أن تجيب من رأسك فقط يجب أن تتقن لمنهجية جيدا حتى يعني تكون طريقة إنشائك للفقرة تكون صحيحة وستحصل على علامة جيدة إن شاء الله فإذا راجعنا ماذا فعلنا في هذه الحلقة فنحن ذكرنا الاختلاف بين تصورين ثم ذكرنا الاتفاق بينهما ومن خلال هذا الاختلاف والاتفاق لقينا طبيعة العلاقة بين السؤال العلمي والفلسفي وهذه الطريقة تبقوها يعني إلى أي مقالة أخرى تجدون فيها المقارنة إذن ألم أقول لكم أن الفلسفة سهلة أرسك إلى هنا خابتين خلصنا طريقة مقارنة نذكركم بأنني لم أدرج المقدمة والخاتمة لأني سأضع لها فيديو مفاصل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر